موسيقى 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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المشاهدين الكرام في مصر والوطن العربي أهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامج الرأي الآخر وفي مستهل برنامجنا الموقر تنعي أسرة برنامج هيدي مصر بالاشتراك مع أسرة الرأي الآخر أسرة برنامج الرأي الآخر الشعب المصري والأمة الإسلامية في وفاة الشيخ الجليل المرحوم محمد محمود الطبلاوي وننعي بالأخص الأستاذ الدكتور الشيخ الفضيل أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكل علماء الإسلام بمصر وفي خارج الوطن العربي في الحقيقة أحب أن أنا أخص في الزكر الشيخ محمد عبد العاطي موسى بتهنئته لنا على برنامجنا الجديد ومعنا إن شاء الله السيد المخرج هيعرض لنا مقطع فيديو قرآني لفتتاحية البرنامج وقبل ما أنا أبدأ بالفيديو في افتتاحية البرنامج أحب أن أنا أرحب بوضيوف الكرام أرحب بالكابتن محمود شبل الدسوقي شلبي مؤسس ورئيس حزب تحيا مصر أهلا مستاذ الفندم أرحب بالدكتورة أسماء هيكل أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالجامعات السودانية أهلا مستاذ المخرج بس يتفضل بس بعرض الفيديو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإلا جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما نشكر الشيخ محمد عبد العاطي موسى أحد طلاب وتلاميذ الشيخ عبد البسط عبد الصمد رحمه الله وخليفته وأعود مرة أخرى إلى ضيوف الكرام والبداية مع الكابتن محمود شبل الدسوقي مؤسس ورئيس حزب تحيا مصر أهلا وسهلا فندم حضرتك أحب بس في البداية أن أنا أسأل حضرتك يعني الأهداف التي يقوم عليها حزب تحيا مصر وهم المبادرات التي تبناها الحزب في الأول الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا وما قبل ذلك الله هو بنزل بهذاف أحنا بنشتغل على إيديولوجيا مصرية بسيطة جدا جميع الشعب المصري تجمع كل فئات الشعب المصري ومن ضمن الشيء المحبب لنا أن نحن نتكلم في المبادئ أن نحن لازم نبني مصر بأيدي المصريين وبنكافح الفساد السياسي والفساد المالي والاقتصاد وإنما وجدت وبنحاول بجهد الشباب وبجهد المواطن المصري أن نعمل رسم سياسة جديدة للدولة المصرية ولا تتغير بتغير رئيس الجمهورية سواء ده خلاقة وخارجية السياسة دي تعلو فيها مصلحة الوطن والمواطن وبنرسم سياسة جديدة لعمل الأحزاب في مصر من خلال التفاعل الجماهيري وبحث المشاكل والتواصل مع الساد المسؤولين والجهاز التنفيذي في حلقة أما بالنسبة لمبادرات الحزب احنا بدأنا لمبادرات قبل ما نبدأ الحزب بدأنا من 2013 عملنا مبادرة بناء المواطن المصري ومبادرة بناء مصر بايد المصريين واشتغلنا على بعض الحملات اللي حولناها بعد كده لمبادرات زي الحملة الشعبية القضاء على فيروس سواء بابر الكابت استعزم بس الكابت المحمود وضيف الكرام نطلع فاصل ونرجع تاني فاصل ونواصل مشاهدين الكرام عدنا مرة أخرى ومع مشاهدين الكرام عدنا مرة أخرى ونستكمل باقي الحلقة مع ضيوف الكرام وتحدثنا قبل الفاصل مع الكابتن محمود حول الأهداف ومبادرات الحزب لتفضل كابتن محمود بالنسبة لمبادرات احنا قمنا بمبادرات زي ما قالت الحزب من 2013 وكانت مبادرة بناء المواطن المصري وبناء مصر بايد المصريين ودخلنا بعد كده في مبادرة القضاء على فيروس سواء أمراض الكابت وكانت حاملة شعبية وتحولت لمبادرة وقمنا بيها في 2015 في مدينة المحلة الكبرى بالتعامل مع المعهد القومي لأمراض الكابت في شبين الكوم وكنا عملنا بروتوكول معاه وكنا بنود حالات جاءت لنا من برص عيد ومن بعض الأماكن مدينة هناك إلى حين تم استتاح معهد الكابت عندنا في المحلة وتولي سيادة رئيس موضوع القضاء على فيروس سي ده أمر نفخر به جميعا المهم أن فيه حاجة اتعملت بشكل محترم وبشكل جيد وبرضو عندنا كانت الحملة الشعبية لحماية نهر النيل وتفوض القوات المستلحة في رعاية هذا الملف وده كان في 2014 استاد الرئيس أمر بها أنها تبقى حاملة قومية وده أمر محترم برضو من سيادته وفي عندنا مبادرات تانية يعني مبادرة المواطنة يهمنا هتنطلق إن شاء الله من اسكندرية بكيادة المنصق العام للحملة في اسكندرية وهو الأستاذ محمد مختار الشرقوي أحمد مختار الشرقوي ده إن شاء الله المنصق العام بتاعنا هناك وهنبدأ الحملة من عنده من اسكندرية وهنبدأ نزود على مستوى الجمهورية حملة المواطنة يهمنا بتهتم بكل ما يخص المواطنة علاءة وعلى إن احنا حطينا كمان مبادرة طفلك يهمنا بنهتم بيه رياضيا وصحيا وتعليميا وفي كافة المجالات اللي تخص مجال الطفولة نحن شغالين عليها بشكل جيد ومحترم بالنسبة للسيادة الرئيس طبعا أنا أطلقت عليه لقب أتمنى أن يحوز رضا وهو حكيم هذا الزمان لأن بحكمته قدر يعبر بمصر مراحل كتيرة جدا جدا شكروا التأدير والاحترام والأعزاز والإجلال لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قام به من مجهودات تخصها الوطن والمواطن والحكومة الرشيدة التي واجهت أزم الكورونا بمنتهى الحكمة وأدارة الأزمة بشكل جيد ولكن فيه تباطئ أو فيه تخازر من الشعب المصري في تنفيذ القرارات الاحترازية واللي هي ما خلينا الأعداد عندنا بالزيد يعني هنا كنا بنتكلم في العشرات الأول بقينا بنتكلم في الميات يا ربي ما نوصل نتكلم في الآلافات لأننا المفروض أننا نكون شعب واعي شعب واعي نلتزم بالإجراءات الاحترازية وأحنا كفاية علينا نهمناش أن دي حرب بيولوجية حرب اقتصادية أيا كانت أيا كانت أواباء أيا كانت لأحنا يهمنا أننا في مشكلة دلوقتي وعيزين نخرج من عناق الزجاجة والخرج من عناق الزجاجة لابد أن يكون هناك إجراءات احترازية الشعب كله يلتزم بيها عشان نقدر نعد المرحلة اللي جاية دي كابتن محمود حضرتك طبعا قبل التصوير وقبل الفاصل كنا بنتكلم في مشكلة العلاقين في السودان والطلاب العلاقين في السودان وكيفية الربوع طبعا إلى وطنهم الغالي الحبيب مصر حضرتك تصوراتك لموضوع العلاقين في السودان ومن أشهدت بعض المسؤولين في الدول وإحنا عندنا دلوقتي حوالي 1500 أو 1405 دول العلاقين في السودان المسجد أسمائهم في صفارة جمهورة مصر العربية بالخرطوم والأشار إليها الأمين العام لرعاية المصريين تعتراض حزب تحت مصر في السودان أستاذ شعبان جاد الرب بقات لتقرير بيقول لي أن فيه حوالي 1500 واحد أو 1455 حاجة زي كده دول العلاقين ما معهمش فلوس وعايزين يرجعهم بلدهم والوضع هناك فيه معاملة سيئة جدا من السلطات السودانية وفيه معاملة برضو أسوأ من السفارة المصرية أنا بناشد وزير الخارجية دكتور سمح شكري أن يريد يخلي جميع الكنصريات والسفارات المصرية بالخارج تتعامل بحسن الأدب والاحترام مع المصريين لأنه فيه إهانات هناك إهانات شديدة ده لنا سمعته ولكن الحقيقة أكيد فيه أخطاء حصلت من بعض الشعب أو من بعض الرعاية بتاعنا هناك وبالتالي كان رد الفعل عنه شوية فرجاء أنه نعمل كان كابتن محمود بس أستاذ نحددك بس يعني الدكتورة كانت أسماء طبعا شاهد عيان طبعا على وقعة العلاقين في السودان تصور حضرتك للخروج من الأزمة وكيفية حلها في السودان الأزمة في السودان هي بالنسبة لعليكون في أي دولة تانية ما تعتبرش أزمة لأن السودان تربطنا معها حدود برية فده ضمن الحاجات السهلة جدا أن نراجع أولادنا بها وبالفعل كان عندنا الأزمة كان لها شكين شك ما قبل الحظر الكامل في السودان وشك ما بعد الحظر الكامل ما قبل الحظر الكامل وزارة الهجرة بصراحة عملت بمنتهى يعني احترام أدمية المواطن المصري كان ظاهر جدا في التعامل معنا في الأول في شك الأزمة دي ورجعنا بلدنا وكان بسهولة جدا وبيسر وبتكلفة بسيطة سواء على الطالب اللي هو العبور من الخرطوم لحد المعبر المصري ومن المعبر المصري جات أطبسات على حساب الدولة رجعتنا للقاهرة طيب نيجي بقى لما بعد الحظر الشامل طبعا الجامعات السودان بيزددت لها خصوصية أن هي الفئة اللي موجودة فيها مش جالية عادية الجالية اللي موجودة عبارة عن طلبة فئة صغيرة فئة عمرية صغيرة فئة يعني سهلة جدا السيطرة عليها من طيارات كتيرة الفئة دي ما بين 17 ل 22 سنة 25 سنة الفئة دي كانت اعتمادها الكل على زميلهم اللي رايحين جايين بالنسبة للإمداد سواء المادي أو أطعام أو أي حاجة طيب أنا السودان قطعت الطيران مع مصر وقفلت الحدود قبل ما يظهر فالكورونا بأسبوع أصبح أنا عندي من يوم تقريبا عشر تلاتة ما فيش الطلبة ما بيوصل لهمش أي إمدادات خالص جينا بعد كده الجامعات السودانية قفلت خلاص تهرت حالة الكورونا عندهم فقفلوا قدوا أغلاقوا مبدئي لحد 14 أربعة من 14 تلاتة إلى 14 أربعة هنا الطلبة برضو هم لسه صغيرين ما كانوش فيه جزء قال أنا هنزل مصر لأن الوضع هيتطول وفيه جزء قال لا السودان درجة حرارة وقت الإشاعات بقى أنه درجة الحرارة بتقضي على الفيروس والكلام ده زبورها هتتحسن قبل مصر فخاف أن الحدود تتقفل وأبقى في مصر ما عرفش أرجع أصبح أنا عندي جزءين جزء نزل أو هينزل معنا وجزء الثاني قاعد الجزء اللي نزل ده مجرد إحنا من الحدود تقفلت وبعتنا استغاثة وصلت هنا في مصر بصراحة الاستجابة كانت بعدها بالزبط بربع ساعة طب الاستجابة كانت جاية من داخل مصر للأسف مش جاية من الخارجية من السفارة ولا الكلام ده خالص إحنا رحنا للسفارة لسه ما جلناش أوامر ما جلناش تعليمات مش عارفين حاجة لحد دم ما إحنا استغاثنا والاستغاثة وصلت لوزارة الهجرة على الفور توصله معنا المستشارين والوزيرة بنفسها كانت متابعة الجزء اللي نزل قالت روحه يعني دون تعليمات إن احنا نتحرك من خلال السفارة برضو نحن نسجل أسماءنا في السفارة وكده وإحنا فعلا نتبعنا الكلام وروحنا نسجلنا أسماءنا في السفارة بس سيادة السفير رد على كل أسألتنا لكن من ضمن الأسألة سألناها إحنا بنسجل أسماءنا على أساس إن السفارة هي تكون الراعي لخروجي بين الخرطوم لحد المعبر السوداني فسيادة السفير قال لأ ده شغل ده شغل أوتوبيسات وشركات احجزوا فإحنا فهمنا وحجزنا وخلاص ووصلنا هنا بقى فيه جزء قدر يوصل للمعبر وفيه جزء سواء أوتوبيس اللي موجود ده ما فيش عليه ضابط ولا أي حد حكمه فكان بياخد الفلوس من الطلبة ويسيبهم في الصحراء ده حصل وده اللي احنا خفنا منه وده اللي احنا عشان روحنا السفارة ولكن الرسالة ما وصلتش غير بعد التجربة غير بعد ما فيه مجموعة كبيرة جدا من الطلبة قالت نصعب عليه وتقعد في الشريع 3-4 ايام مدافع تسكرة وقعد في الخرطوم بناته وقعد في الخرطوم 3-4 ايام من غير ما يركبه وقت بساتهم واللي اتخذ وصل للوس الصحراء واتخذ منه فلوسه وتساب واللي وصل ايا كان احنا مجرد ما وصلنا المعبر المصري لقينا احسن معاملة اتعملنا كشف اتعملنا كل حاجة خلاص حسن احنا فعلا بس ده كله كان تحت رعاية وزارة الهجرة لحد ما وصلنا القاهرة حتى الان بيجي لنا اتصالات ان انتو كويسين اموركو ازاي كده طيب نيجي بقى للشكل اللي هو الاصعب دلوقتي اللي هو انا اصلا يعني جاي علشانه احنا خلاص مقدمين الشكر وفرحانين ببلدنا وفيه مجموعة كبيرة جدا من الطلبة اللي ما كانش طبعا فئة صغيرة ما تعرفش يعني ايه مصر يعني يعني موضوع ان مصر ده هتقدم لهم حاجة لا الفكر السائد لا ده من مصر برا مالوش ايمة لكن لما اتدخلت وزارة الهجرة ولا اوتوبيسات موديل 2020 واجبات ومش عارف ايه وكل حاجة بقوا فرحانين وفرحانين ببلدهم وكله نزل حالات واستراهات شكرا لبلده هنا بقى احنا لغاية كده تمام الحمد لله بعد كده نزل اكتشفوا الحالات في السودان زادت الوضع في السودان بالنسبة لبنية التحتية الطبية بقى متدهور الطلبة عندنا بقى في رعب اللي هم موجودين جاءت البيانات الجامعة نزلت الى اجل تأجيل الى اجل غير مسمى اصبح الرعب اكتر المجموعة دي من الطلبة دلوقتي لفلوس مفيش فلوس يعني فيه ناس ما معاش رس تسكن تكمل سكنها مفيش اكل مفيش اصلا تواصل خالص دلوقتي فيه حظر شامل عايزين يتحركوا على المعبر الوزارة الهجرة قالت انا مجرد ما بتوصل للمعبر انا معاك طيب انا مين يرعاني بقى من الموصل من المعبر من الخرطوم للمعبر المفروض يكون فيه دور للسفارة اكبر السفارة اخدت الرسالة بعد تجارب عديدة من بهدلتنا بعد ما تبهدلنا بدأت تدخل ادخلت في وقت صعب بقى صعب على السفارة نفسها اللي هو الحظر الشامل اصبح مطلوب لها حاجتين عشان يتحرك مطلوب تصريح امني بخارب كل حظر او السماح ليهم من الخرطوم للمعبر والتاني من المعبر لفتح المعبر تحب بس السادسة والدكتورة اسماء والسازن الكابتن محمود في نهاية الحلقة ان احنا طبعا جميعا الكابتن محمود والدكتورة اسماء لناشط طبعا القيادة السياسية طبعا ووزارة الخارجية والقوى العاملة والهجرة في التدخل لموضوع الطلاب العلاقين في السودان في نهاية الفقرة احب ان انا اشكر طبعا ضيوف الكرام الكابتن محمود شبل الدسوقي مؤسسة رئيس حزب تاحية مصر الدكتورة أسماء هيكل أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالجماعات السودانية وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من الرأي الآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة